السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل أفخاذ الدجاج بالبرغل والرز نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي تسعة فخذ الدجاج خليتها بهذا المي البارد وضفت له هيل وضفت له ورق الغار وحب فلفل أسود ونصف حبة بصل مقطعة شرائح ورشة كركم وتركتها إلى أن نضج وستفادة من السوب مالته وهنا حضرت البرغل هذا نوع البرغل موجود بالعراق وبأي مكان البرغل الخشن اللي يستعملون للطبخ مثل التمن اثنين قلاس برغل وواحد قلاس تمن خلطتهم سواء وضفت لهم مي بارد وتركتهم راح يتنقعون بينما حضر باقي المواد عندي سبع راس بصل أخضر من النوع الرفيع اللي هسه شفتوه وثرمته وسخنته هنا عندي زيت نباتي وضفت واحد ملعقة أكل سمن وهي حسب الرغبة هذا البصل وراح حمسه وما تدرون الريحة اشقاط طيبة انتطلعت من عنده وهنا البرغل ورز صفيته بالمصفي وضفت للبصل وحمسته شوية ويا وهنا ضفت له اثنين كوب عصير الطماطئ وضفت ثلاثة كوب سوب الدجاج ومن بعد ما بده ينشف هنا عندي اثنين ملعقة أكل لبن رائب تابعوني على انستجرام اراكي فود كي هنا خليت الدجاج على هذا البرغل وراح ادهنه باللبن الرائب وممكن ما ادهنه وممكن ادهنه بالمعجون او شنو تحبون وراح اخليه بالفرن وياخذ وقت تقريبا نصف ساعة الى ان ينشف البرغل ويتحمص الدجاج وحاولوا تقلبوه اثناء ما يشوي وهنا مثل ما دهشوفون اندهنته بشوية لبن رائب او اي لبن يعني اعدكم لا تتقيدون وراح اخليه بالفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى ومن الاسفل وخليته بالوسط وهنا من بعد ما طلعته وهذا التمن والبرغل شوفوا شلون من استوه وهذا شكله النهائي جربوه ان شاء الله يعجبكم الفعافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة